في هذه الحلقة سنبدأ شرح باب المقطوع والموصول من منظومة المقدمة الجزرية فما المقصود بالمقطوع والموصول وما أهمية هذا الباب لطلاب القرآن الكريم أخيرا لماذا كتبت بعض كلمات القرآن الكريم منفصلة في مواضع ومتصلة في مواضع أخرى لتعرفوا التفاصيل تفضلوا بالبقاء معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد إذن أيها الإخوة وبعد أن بينا لنا الإمام بن الجزري في باب الوقف والابتداء أين نقف ومن أين نبتدئ أورد لنا بعد ذلك عددا من المباحث التي تبين لنا كيف نقف وكيف نبتدئ فأما المباحث التي لها صلة بالوقف وسندرسها بالترتيب إن شاء الله فهي باب المقطوع والموصول وباب التاءات وباب الروم والإشمام وأما ما يتعلق بالابتداء فهو باب همز الوصل إذن بين أيدينا باب المقطوع والموصول في البداية إخواني دعونا نقرأ أبيات هذا الباب لنضبطه بشكل صحيح وبعد ذلك سنبدأ بفك رموزه وشرح ألفاظه إذن قال الإمام بن الجزري رحمه الله وَاعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَى فِي الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ فِي مَا قَدْ أَتَى فَقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ أَلَّا مَعْ مَلْجَأَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا وَتَعْبُدُوا يَاسِينَ ثَانِي هُودَ لَا يُشْرِكْنَ تُشْرِكْ يَدْخُلًا تَعْلُوا عَلَى أَلَّا يَقُولُوا لَا أَقُولَ إِمَّا بِالرَّعْدِ وَالْمَفْتُوحَ صِلْ وَعَمَّا نُهُقْطَعُ مِمَّا مَلَكْ رُومِ النِّسَا خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمَّا أَسَّسَا فُصِّلَتِ النِّسَا وَذِبْحٍ حَيْثُمَا وَأَلَّمِ الْمَفْتُوحَ كَسْرُ إِنَّمَا لَنْعَامَ وَالْمَفْتُوحَ يَدْعُونَ مَعَا وَخُلْفُ لَنْفَالِ وَنَحْلٍ وَقَعَا وَكُلِّمَا سَأَلْتُمُوهُ وَاخْتُلِفْ رُدُّوا كَذَا قُلْ بِئْسَمَا وَالْوَصْلَ صِفْ خَلَفْتُمُونِي وَاشْتَرَوْ فِي مَقْطَعَا أُوحِي أَفَضْتُمُ اشْتَهَتْ يَبْلُوا مَعَا ثَانِي فَعَلْنَا وَقَعَتْ رُومٌ كِلَا تَنْزِيلُ شُعَرَا وَغَيْرَهَا صِلَا فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ صِلْ وَمُخْتَلِفْ فِي الشُّعَرَ الْأَحْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ وَصِلْ فَإِنْ لَمْ هُودَ أَلَّنْ نَجْعَلَا نَجْمَعَ كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْ عَلَا حَجٌّ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَطَعُهُمْ عَمَّنْ يَشَاءُ مَنْ تَوَلَّ يَوْمَهُمْ وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَاءُلَا تَحِينَ فِي الْإِمَامِ صِلْ وَوُهِّلَا وَوَزَنُوهُمُ وَكَالُوهُمْ صِلِي كَذَا مِنَ الْوَيَا وَهَا لَا تَفْصِلِي إذن كانت هذه قراءة شاملة لهذا الباب قد يجد البعض أن ألفاظه صعبة ومعقدة ولكن بإذن الله كل شيء يسهل مع الشرح والتوضيح إذن قال الناظم في البيت الأول وَاعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ فِي مَا قَدْ أَتَا وَاعْرِفْ أي اعْرِفْ أيها القارئ لمقطوع اللام حرف جر زائد وأما مقطوع فهي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مفعول به ومعنى الكلام أيها القارئ اعرف مقطوعا وموصولا وتا أما إعراب وموصول فالواب حرف عطف وموصول اسم معطوف على مقطوع إذن وَاعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ فِي مَا قَدْ أَتَا لكن أيها الإخوة قبل أن نبين ما هو المقطوع وما هو الموصول لابد أن نعرف أن هذا المبحث له صلة بعلم رسم المصاحف وعلم رسم المصاحف يهتم بالطريقة التي رسمت أو كتبت فيها كلمات القرآن الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلم رسم المصاحف أيها الإخوة هو علم عظيم له كتبه الخاصة التي تبين لنا كيف تكتب كلمات القرآن الكريم كلمة كلمة وحرفا حرفا إذن أخذ الإمام ابن الجزري باب المقطوع والموصول من علم رسم المصاحف الآن ما المقصود بالمقطوع والموصول؟ الأصل في الكتابة العربية فصل الكلمات بعضها عن بعض إلا أن منها ما رسم موصولا على نية الإدغام نحو ألا فإن أصلها أن لا أو لكثرة تواليهما نحو بئس ما فإذن إخواني الكرام الأصل عند التقاء الكلمات أن تكتب كل كلمة منفصلة عن الكلمة الأخرى مثلا أن تكتب مفصلة عن لا أو مثلا بئس في الأصل مفصلة عن كلمة ما لكن نلاحظ في رسم المصحف أن هاتين الكلمتين تارة نراهما مفصلتين على الأصل طبعا وتارة نراهما متصلتين ببعضهما على نية الإدغام كما في ألا حيث تدغم النون في اللام فتصبح ألا أو أحيانا تكتبان متصلتين ولكن ليس بسبب الإدغام إنما لكثرة تواليهما كما في بئس ما تصبح بئس ما لكثرة تواليهما مع بعضهما فالمقطوع والموصول هو مصطلح يطلق على بعض الكلمات القرآنية التي نراها أحيانا متصلة ببعضها وأحيانا نراها مفصولة أما بالنسبة لقول الناظم وتاء فإن أصلها وتاء فحذفت همزتها للوقف ويقصد بها هاء التأنيث وهي التي تلحق الأسماء مثل نعمة ورحمة وشجرة بخلاف تاء التأنيث الساكنة التي تلحق الأفعال مثل قالت سمعت أتت وغيرها فإذن الحديث هنا هو عن هاء التأنيث حيث كان أغلب العرب يعاملونها في الأسماء تاء في الوصل وهاء في الوقف نحو نعمة الله فتلاحظون إخواني أننا في الوصل ننطق الفتحة الموجودة على التاء فنقول نعمة أما في الوقف فإننا نقف على هاء ساكنة نعمة فهكذا كانت تفعل غالبية العرب لكن بعض القبائل العربية تجعلها تاء في الحالين وعلى لهجتهم كتبت بعض الكلمات في المصحف الشريف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نعمة الله ففي الوصل إخواني ننطق تاء مفتوحة نعمة وفي الوقف ننطق تاء ساكنة كما رسمت نعمة وهذه الكلمات وما شابهها سندرسها في باب التاءات بعد أن ننتهي من دراسة باب المقطوع والموصول إن شاء الله وباب المقطوع والموصول وباب التاءات عموما أكثر من يهتم بهما الحفاظ لأنهم يقرؤون غيبا فأثناء قراءتهم قد يضطرون للوقف فهل يقفون على القسم الأول من الكلمة أم على القسم الثاني فلابد في هذه الحالة من معرفة الكلمة هل هي مقطوعة أو موصولة مثلا ألا أثناء التلاوة قد ينقطع نفس القارئ فإن كان ينظر في المصحف لن يجد إشكالا في الوقف لأنه يرى الكلمة مكتوبة أمامه طبعا إن كانت مقطوعة أو موصولة فإن كانت مقطوعة وقف على أن أو وقف على لا وإن كانت موصولة وقف ألا أما الذي يقرأ غيبا فلابد أن يعرف وضع الكلمة حتى يكون وقفه صحيحا عندنا أيضا قوله تعالى نعمة الله فلو اضطر القارئ للوقف على كلمة نعمة هل يقف على تاء ساكنة أم على هاء ساكنة كما ذكرنا بالنسبة لمن يقرأ نظرا من المصحف لا يوجد أي إشكال أما الذي يقرأ غيبا فينبغي أن يعرف هل هذه الكلمة مكتوبة بالتاء المربوطة أم بالتاء المبسوطة فإن كانت بالتاء المربوطة وقف على هاء ساكنة وإن كانت بالتاء المبسوطة وقف على تاء ساكنة كما هي مرسومة إذن إخواني حتى يعلم الحفاظ هذه الكلمات وكي لا يخطئوا فيها نظم لهم إمامنا الجزري باب المقطوع والموصول وباب التاءات فوضع لهم جميع الكلمات في مكان واحد ليسهل عليهم تذكرها والرجوع إليها وقت الحاجة إذن وعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى فلدينا في حرف جر المصحف اسم مجرور الإمام صفة للمصحف والإمام هو الذي يقتدى أو يؤتم به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فكل مصحف من المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار يسمى مصحفا إماما لماذا؟ لأن الناس كانت تأتم به أو تقتدي بما فيه من الكتابة ثم قال الناظم فيما قد أتى أي فيما قد روي ونقل إلينا من خلال هذه المصاحف العثمانية الآن إخواني سيبدأ الناظم بعد الكلمات التي سيذكرها في هذا الباب وبدأ بالكلمة الأولى التي ورد فيها القطع والوصل فقال فقطع بعشر كلمات ألا أي اقطع ألا في عشرة مواضع ومعنى الكلام في عشرة مواضع في القرآن الكريم كتبت أن مقطوعة عن لا على الأصل أن كلمة ولا كلمة وما عدا هذه المواضع العشرة كتبت ألا موصولة من غير نوع وهنا لسائل أن يسأل إخواني ما سبب هذا الاختلاف في كتابة الصحابة لهذه الكلمة وبقية الكلمات التي سندرسها في هذا الباب تارة نجد الكلمة مقطوعة وفي موضع آخر نجدها موصولة الجواب باختصار إخواني هو أنه في عصر نزول الوحي لم تكن جميع قواعد الكتابة والإملاء محددة ومنضبطة بمعنى أنه لم يكن هناك قواعد واضحة للإملاء يعرفها الجميع ويحفظونها ويكتبون على أساسها كما قال الإمام الداني رحمه الله في المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار قال لم تكن الكتابة وفق قواعد منضبطة وإن كان غالبه يعود لقاعدة يعني إن غالب ما كتب كان وفق قواعد مضطردة في الكتابة باستثناء بعض الكلمات التي اختلف في كتابتها والسبب في ذلك الاختلاف هو أن قواعد الإملاء لم تكن واضحة وموحدة عند الجميع بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا يجدون فرقا مثلا بين أن لا وأن لا مقطوعة أو موصولة أو مثلا بين كل ما مقطوعة وكل ما موصولة لأنها حقيقة متشابهة في اللفظ ولا فرق في نطقها سواء كانت مقطوعة أو موصولة فالبعض كان يصل الكلمات على نية الإضغام والبعض كان يصلها لكثرة تواليها بالإضافة إلى ذلك إخواني الكرام فإن المختلف فيه من المقطوع والموصول من الكلمات القرآنية هو عدد بسيط جدا لا يكاد يذكر مقارنة بالعدد الكلي لكلمات القرآن الكريم حيث إن عدد الكلمات التي سنمر عليها في باب المقطوع والموصول هو ست وعشرون كلمة فقط بينما عدد كلمات القرآن الكريم هو أكثر من سبع وسبعين ألف كلمة وبالتالي الفرق هائل بين هذين الرقمين إذن أول كلمة سنمر عليها هي ألا قال الناظم رحمه الله فقطع بعشر كلمات ألا أي في عشرة مواضع في القرآن الكريم كتبت أن مقطوعة عن لا وأول هذه المواضع في سورة التوبة في الآية الثامنة عشرة بعد المئة في قوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه فتلاحظون أن أن مقطوعة عن لا ولذلك لنا أن نقف اضطرارا أو اختبارا على الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية فإما أن نقول أن أو نقول أن لا ولا يتعمد ذلك ثم قال في الموضع الثاني ولا إله إلا وفي هذا إشارة إلى الآية الرابعة عشرة من سورة هود وفيها قوله تعالى وأن لا إله إلا هو وهنا عندنا هذا التنبيه يقول وأما قوله تعالى أن لا إله إلا أنت في سورة الأنبياء الآية السابعة والثمانون فقد اختلفت فيه المصاحف والعمل على كتابته مقطوعا وكان على الناظم أن يحترز عنه فقوله اختلفت فيه المصاحف يقصد به المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار فقد اختلفت في هذا الموضع ففي بعضها كتب مقطوعا وفي بعضها كتب موصولا وكان على إمامنا بن الجزري أن ينتبه إلى موضع الأنبياء فيبين إلى أنه مختلف فيه وأن العمل هو على كتابته مقطوعا ثم قال وتعبد ياسين وهذا هو الموضع الثالث وفيه إشارة أيضا إلى كلمة تعبد الموجودة في سورة ياسين في الآية الستين منها وفيها قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فكتبت في هذه الآية أن مقطوعة عن لا ولذلك لنا أن نقف اختبارا أو اضطرارا على الكلمة الأولى أو الثانية ثم انتقل إلى الكلمة الرابعة فقال ثاني هود أي الموضع الثاني من سورة هود في الآية السادسة والعشرين وفيها قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام ألا تعبدوا إلا الله بخلاف الموضع الأول من هود أيضا في الآية الثانية ألا تعبدوا إلا الله فهذا الموضع موصول وصلنا الآن إلى الموضع الخامس الذي وردت فيه أن مفصولة عن لا وهو في الآية الثانية عشرة من سورة المنتحنة أو المنتحنة كلاهما صحيح المنتحنة بالفتح هي المرأة المنتحنة والممتحنة بالكسر هي السورة الممتحنة التي فيها امتحان المهاجرات إلى الله ورسوله ففي هذا الموضع لدينا قوله تعالى ألا يشركن بالله فهنا نلاحظ أن مقطوعة عن لا وأما الموضع السادس فهو في سورة الحج في الآية السادسة والعشرين وعندنا قوله تعالى ألا تشرك بي شيئا ثم لدينا في الموضع السابع يدخلا وهي إشارة إلى قوله تعالى في سورة القلم في الآية الرابعة والعشرين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وأما الموضع الثامن فهو تعلوا على وهذه إشارة إلى قوله تعالى في سورة الدخان في الآية التاسعة عشرة وفيها قوله تعالى وألا تعلوا على الله بخلاف قوله تعالى ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين في سورة النمل في الآية الحادية والثلاثين فإنه موصول ولاحظوا إخواني كيف كانت إشارة إمامنا بن الجزري واضحة ومباشرة حيث جعلها مقيدة بمجيء كلمة على تعالوا على وبهذا ميز هذا الموضع عن الموضع الموجود في سورة النمل وفيه تأتي كلمة تعلوا ولكن بعدها كلمة علي وهو على لسان سيدنا سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وهذا الموضع كما تلاحظون موصول إذن الموضع المقطوع هو الموضع الذي تأتي فيه كلمة على وأن لا تعلوا على الله في سورة الدخان ثم انتقل الناظم إلى الموضع التاسع وهو ألا يقولوا وهو إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية 169 وفيها قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق فكتبت أن مقطوعة عن لا وأما الموضع العاشر والأخير فهو أيضا في سورة الأعراف في الآية 105 وفيها قوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فإذن إخواني الكرام هذه هي المواضع العشرة التي أشار إليها الإمام بن الجزري وورد فيها أن مقطوعة عن لا الآن من باب المراجعة دعونا نمر عليها سريعا إذن قال فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ مع ملجأ وهو الموضع الأول ولا إله إلا وهو الموضع الثاني الثالث وتعبد ياسين الرابع ثاني هود الخامس لا يشركن السادس تشرك السابع يدخلا الثامن تعلو على أما التاسع ألا يقول وأما العاشر والأخير فهو لا أقول وبهذا أيها الإخوة نصل إلى نهاية هذه الحلقة في اللقاء القادم إن شاء الله نتابع معكم الحديث عن كلمات جديدة أشار إليها إذن ما زلنا في باب المقطوع والموصول وهو الباب الذي ذكر فيه الإمام بن الجزري الكلمات التي أصلها كلمتان والأصل أن تكتب كل واحدة منهما على حدة إلا أن هذه الكلمات جاءت في القرآن الكريم في بعض المواضع مقطوعة وفي بعض المواضع موصولة وكنا قد شرحنا في اللقاء الماضي قول الناظم في الأبيات وعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد يا سين ثاني هودة لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول ولكن إخواني قبل أن نبدأ بشرح بقية الأبيات لا بد أن نشير إلى تصويب لخطأ حدث سهوا في الحلقة الماضية وقد نوها إليه وأشار إليه بعض الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا هذا الخطأ إخواني الكرام يتعلق بإعراب كلمة مقطوع حيث قلنا إن مقطوع هي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا والصواب أنها اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به فنرجو أن ينتبه لهذا إذن نتابع من حيث توقفنا ومع قول الناظم رحمه الله إما بالرعد فهنا الهمزة مكسورة والنون ساكنة ومعنى الكلام اقطع كلمة إن عن ما من قوله تعالى في سورة الرعد وإما نرينك بعض الذي نعدهم فلذلك إخواني الكرام للقارئ أن يقف اختبارا أو اضطرارا على وإن أو وإما ولا يتعمد ذلك لأن المعنى لا يتم في هذا الموضع إذن أيها الإخوة إما في هذا الموضع مقطوعة في هذا الموضع فقط في كل القرآن أما في بقية القرآن الكريم مثل فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها أو مثل فإما ترين من البشر أحدا فهذه المواضع موصولة وهنا نود أن ننوها إلى أن مفتاح فهم الأبيات هو في الكلمات التي تدل على القطع مثل اقطع وقطع وفي المواضع التي تقيدها وكذلك مفتاح فهم الأبيات إخواني الكرام في الكلمات التي تدل على الوصل مثل صلي وصل والمواضع التي تقيدها فالأمر لا يتطلب منا حفظ جميع المواضع إنما يكفي أن نحفظ الأبيات وأن نفهم دلالات الكلمات حتى إذا احتجنا إلى معرفة وضع كلمة معينة قمنا بسرد البيت المتعلق بها فيتبين لنا هل هي مقطوعة أو موصولة ثم قال والمفتوح صل أي مفتوح الهمزة ويقصد به أما فهو موصول حيث وقع ففي كل القرآن نجد أما موصولة كما نشاهدها على الشاشة كما في قوله تعالى أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأما السائل فلا تنهر المهم أن كلمة أما موصولة في كل القرآن ثم قال وعما نه قطعوا فكلمة عما قيدها بكلمة نه وقال اقطعوا أي إن كلمة عن مقطوعة عن كلمة ما في موضع واحد فقط هو في سورة الأعراف في الآية السادسة والستين بعد المئة وفيها قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وما عداه فهو موصول ثم قال مما ملك روم النساء لكن هذا البيت أيها الإخوة له رواية قديمة منقولة عن الناظم وفيها يقول وعما نه قطعوا مما بروم والنساء إلا أن هذا البيت بهذه الصيغة غير دقيق وبعيد عن الواقع لماذا؟ لأن كلمة مما وردت في سورة النساء أربعة عشر مرة ووردت في سورة الروم مرتين وظاهر البيت مما بروم والنساء أن مما أينما وردت في هتين السورتين فهي مقطوعة لكن الواقع يقول أنها مقطوعة في موضع واحد في الروم وفي موضع واحد فقط في النساء وهو الموضع الذي ترد فيه كلمة ملكة فإذن إخواني الكرام موضع الروم هو في الآية الثامنة والعشرين وفيه قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأما موضع النساء فهو في الآية الخامسة والعشرين وفيه قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهذا هو الصوام ولذلك يا إخواني تنبه طلاب الإمام بن الجزري إلى هذا الأمر وراجعوه فقام بتعديل هذا البيت ليصبح مما ملك روم النساء وهو الذي يطابق الموجودة في المصحف وهو الصواب قال الشيخ عبد الدايم الأزهري رحمه الله وهو أحد تلاميذ الإمام بن الجزري وأحد شراح المنظومة الجزرية قال في شرحه المسمى الطرازات المعلمة في شرح المقدمة قال قوله مما بروم والنساء هي النسخة التي قرأناها على الناظم وأصلح في المجلس نفسه وقرأناها عليه أيضا مما ملك روم النساء فبهذا إخواني قيدوا مما بمجيء كلمة ملك بعدها ملكت يعني في سورتي الروم والنساء وهما الموضعان الوحيدان المقطوعان وتم بهذا إخراج ما عداهما من مواضع النساء ومواضع الروم لأنها موصولة إذن الصيرة الصحيحة والتي أصلحت على الناظم رحمه الله هي وعما نه قطعوا مما ملك روم النساء ثم قال خلف المنافقين أي ثبت في بعض المصاحف مقطوعا وفي بعضها موصولا وهو من المواضع القليلة جدا والتي اختلفت فيها المصاحف العثمانية التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار ففي بعض المصاحف كتبت مما مقطوعة وفي بعض المصاحف كتبت مما موصولة وهذا لحكمة لا نعلمها لكن كما يقول فضيلة الدكتور أيمن سويد حفظه الله غالبا أن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وجد من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قطعة كتبت فيها الكلمة مقطوعة وقطعة أخرى كتبت فيها الكلمة موصولة فاحتار في هذا إن كتب المقطوع يفوت الموصول وإن كتب الموصول يفوت المقطوع فماذا فعل؟ فرقها في المصاحف فكتب في واحد منها المقطوع وفي الآخر الموصول حتى يبقى الأمران معا وهذا الاختلاف لا يؤثر على سياق الآية سواء كان مقطوعا أو موصولا ثم انتقل إلى كلمة جديدة فقال أم من أسس؟ ولكن هل هذه الكلمة مقطوعة أم موصولة؟ هذه الكلمة إخواني مقطوعة وعرفنا ذلك لأنه تم عطفها مباشرة على كلمة اقطع فلاحظتم أن القطع موجود في مما ملك روم النسى وكذلك القطع موجود في الموضع المختلف فيه في سورة المنافقين العمل فيه كان على القطع وأيضا تابع الحديث على نفس المنوال مع القطع فقال أم من أسس؟ ومعنى الكلام اقطعوا كلمة أم عن كلمة من من قوله تعالى في سورة التوبة في الآية التاسعة بعد المئة أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فقيد هذا الموضع بمجيء كلمة أسسة ثم تابع فقال فصلت أي اقطعوا أم عن من من قوله تعالى في سورة فصلت في الآية الأربعين أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وكذلك اقطعوا كلمة أم عن كلمة ما في الآية التاسعة بعد المئة من سورة النساء وفيها قوله تعالى أم من يكون عليهم وكيلا وتابع فقال وذبح وهنا يقصد بها إخواني يقصد سورة الصفات لأن كلمة ذبح وردت في سورة الصفات فقط في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم والمعنى المقصود هنا بقوله وذبح أي اقطعوا أم عن كلمة ما عن كلمة من في الآية الحادية عشرة من سورة الصفات والتي فيها قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إذن هذه أربعة مواضع وردت فيها أم من مقطوعة وما عدا ذلك نحو أم من لا يهدي وأم من خلق السماوات والأرض وأم من يجيب المضطر إذا دعاه فإنه موصول ثم قال حيثما وهذا الموضع معطوف على قوله اقطعوا أي وقطعوا حيثما ولم يحدد في أي سورة لماذا؟ لأن هذه الكلمة وردت في موضعين فقط وكلاهما في سورة البقرة الأول في الآية 144 وفيها قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والثاني في الآية 150 وفيه قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة ثم قال وَأَلَّمِ الْمَفْتُوحَ المفتوحة أي مفتوحة الهمزة فَأَلَّمْ تَخْتَلِفُ عَنْ وَنَحْوْ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ فلذلك إخواني إذا طُلِبَ مِنَّا كِتَابةُ أَلَّمْ فَمُبَاشَرَةً نَكْتُبُهَا مَخْطُوحَةً أَنْ مَفْصُولَ عَنْ كَلِمَةِ لَمْ لأنها لم ترد موصولة في القرآن الكريم ثم انتقل إلى كلمة جديدة فقال كسر إنما لنعام لنعام حدث هنا نقل حيث نقلت حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها وهو اللام ثم حذفت الهمزة فصرنا نقول لنعام وهذا البيت فيه قصور في النظم لماذا؟ لأن ظاهر الكلام يعني أن إنما في سورة الأنعام مقطوعة أينما وردت بينما الواقع إخواني هو أنها وردت في سورة الأنعام في ستة مواضع كلها موصولة إلا الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة وفيها قوله تعالى إنما توعدون لأت وما عدا هذا الموضع في كل القرآن الكريم فإنه موصول نحو إنما صنعوا كيد ساحر ونحو إنما توعدون لواقع فإنه موصول ثم قال والمفتوح يدعون معا والمفتوح أي مفتوح الهمزة أي أنما وقوله يدعون معا أي في الحج ولقمان والمعنى إخواني هو أنما مفتوح الهمزة ورد مقطوعا في موضعين وأشار إليهما بقوله يدعون معا أي تأتي كلمة يدعون بعد أنما وأما الموضع الأول فهو في سورة الحج في الآية الثانية والستين وفيها قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأما الموضع الثاني فهو في الآية الثلاثين من سورة لقمان وفيها قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ثم قال الناظم رحمه الله وخلف لنفال ونحل وقعا وهنا أيضا حدث نقل للهمزة في كلمة لنفال تماما كما مر معنا في كلمة لنعا فأيضا نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها ثم حذفت الهمزة وهنا قال وقعا أي وقع الخلف والألف هنا للإطلاق وتعني في الشعر إشباع الفتحة ليتولد منها الألف إذن أيها الإخوة معنى الكلام أن المصاحف العثمانية التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار اختلفت في كتابة كلمة أنما مفتوحة الهمزة في موضعين ففي بعضها كتبت أنما مخطوعة وفي بعضها كتبت موصولة والعمل على الوصل وهذا من المواضع القليلة جدا التي حدث فيها اختلاف بين المصاحف وهذا كما ذكرنا لا أثر له أبدا على السياق سواء كانت الكلمة مخطوعة أو موصولة فإذن عندنا موضع الأنفال هو في الآية الحادية والأربعين وفيه قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء والعمل على وصله طبعا وأما الموضع الثاني فهو في سورة النحل وهو في الآية الخمسة والتسعين وفيها قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم وأيضا العمل على وصله وقد لاحظتم أيها الإخوة أن الحديث عن خلف الأنفال كان بأنما مفتوحة الهمزة واعلموا أنما غنمتم من شيء بينما الخلف في النحل كان بإنما مكسورة الهمزة إنما عند الله هو خير لكم فقوله وخلف الأنفال متعلق بقوله والمفتوحة يدعون معه بينما قوله ونحل متعلق بالبيت السابق وفيه كسر إنما لنعام فجمعها معا لأن الخلافة حصل في هذين الموضعين وبهذا أيها الإخوة نصل إلى نهاية هذه الحلقة في اللقاء القادم إن شاء الله سنتابع معكم شرح هذا الباب المهم من منظومة المقدمة الجزرية وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد إذن نتابع معكم أيها الإخوة شرح باب المقطوع والموصول وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا عند قول الإمام بن الجزري كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحل وقعا الآن نتابع مع الأبيات حيث انتقل الناظم للحديث عن كلمتين جديدتين وهما كل ما متى تكتبان متصلتين ومتى تكتبان منفصلتين قال الناظم رحمه الله وكل ما سألتموه واختلف رد كذا قل بئسما فقوله وكل ما سألتموه يقصد به الآية الرابعة والثلاثون من سورة إبراهيم وفيها قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه فتلاحظون في هذه الآية كتبت كل مفصولة عن كلمة ما والذي يدل على قطعها من كلام الناظم هو كلمة اقطعوا التي وردت قبل عدة أبيات حيث قال رحمه الله اقطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أم من أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الانفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه ثم قال واختلف رد ويقصد به قوله تعالى في سورة النساء كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فقد اختلفت المصاحف العثمانية في قطع كل عن كلمة ما ففي بعضها مقطوع وفي بعضها موصول والعمل على قطعه وأيضا اختلفت المصاحف العثمانية في ثلاثة مواضع الأول في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها والعمل على وصله كما ترون واختلف أيضا في كلما جاء أمة رسولها كذبوه في سورة المؤمنون والعمل على قطع هذا الموضع وأخيرا اختلف في كلما ألقي فيها فوج في سورة الملك والعمل على وصله وهذه المواضع الثلاثة لم يذكرها الإمام منذ الجزري ولعل ذلك حدث سهوا منه رحمه الله وما عدا ذلك نحو أفكلما جاءكم رسول وكلما نضجت جلودهم وكلما أوقدوا نارا للحرب فهذه المواضع موصولة ثم انتقل الناظم إلى كلمة بئسما والتي اختلفت فيها المصاحف العثمانية أيضا فقال واختلف ردوا كذا قل بئسما والمعنى أنه كما اختلفت المصاحف العثمانية في كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها في سورة النساء كذلك اختلفت المصاحف العثمانية في قطع كلمة بئسما من قوله تعالى في سورة البقرة قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين والعمل على وصله وكما تلاحظون قيد هذا الموضع بمجيء بئسما بعد قل ولم ترد هكذا إلا في سورة البقرة قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ثم قال رحمه الله والوصل صف خلفتموني واشتروا والوصل صف أي صفها بأنها موصولة فالحديث الآن عن الموصول والمعنى هو أن بئسما كتبت موصولة في هذين الموضعين الموضع الأول في سورة الأعراف بئسما خلفتموني من بعدي والموضع الثاني في سورة البقرة بئسما اشتروا به أنفسهم فإذا إخواني ملخص الكلام بالنسبة لكلمة بئسما لدينا موضع مختلف فيه في سورة البقرة قل بئسما يأمركم به إيمانكم وعندنا موضعان متفق على وصلهما الموضع الأول بئسما خلفتموني من بعدي في سورة الأعراف والموضع الثاني في سورة البقرة بئسما اشتروا به أنفسهم وما عداها فهو مقطوع كما في قوله تعالى ولبئسما شروا به أنفسهم في سورة البقرة وفي قوله تعالى لبئسما كانوا يعملون لبئسما كانوا يصنعون ولبئسما كانوا يفعلون وأيضا لبئسما قدمت لهم أنفسهم فهذه المواضع كلها مقطوعة ثم قال في مقطع أوحي وهنا ينتقل مرة أخرى إلى القطع ومع كلمة جديدة وهي فيما كلمة في إذا جاء بعدها ما الموصولة وهي التي تكون بمعنى الذي إذن قال اقطع أي اقطع في عن كلمة ما في أحد عشر موضعا وقد ذكرها بهذا الترتيب في الأبيات فقال في مقطع أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعارا إذن قال الناظم في مقطع أوحي أي اقطع في عن كلمة ما في أحد عشر موضعا أولها في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وتلاحظون في مفصولة عن كلمة ما أيضا أفضتم وهو إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور لمسكم فيما أفضتم فيه اشتهت وهو الموضع الثالث في سورة الأنبياء وفيه قوله تعالى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ثم قال رحمه الله يبلو مع أي موضعان في المائدة قوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وفي سورة الأنعام ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وتلاحظون أيضا في مقطوعة عن كلمة ما ثم قال ثاني فعلنا ويقصد به الموضع الثاني الذي وردت فيه كلمة فيما مع كلمة فعلنا وهو في الآية 240 من سورة البقرة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف أما أولى فعلنا وهي في البقرة أيضا في الآية 234 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف فهذا الموضع موصول ثم انتقل الآن إلى الموضع السابع والذي وردت فيه كلمة في مفصولة عن كلمة ما فقال وقعت ويقصد به سورة الواقعة في قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون وأما الموضع الثامن فهو في سورة الروم وفيه قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ثم قال كلا تنزيل ويعني اقطع كلا الموضعين الذين وردا في سورة تنزيل ويقصد بها سورة الزمر حيث تبدأ هذه السورة بكلمة تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ففي هذين الموضعين من سورة الزمر تكون في مقطوعة عن كلمة ما عندنا في الآية الثالثة فيما هم فيه يختلفون وفي الآية السادسة والأربعين فيما كانوا فيه يختلفون ثم قال شعارا ويقصد بها قوله تعالى في سورة الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين وبهذا إخواني يصبح عدد المواضع التي تقطع فيها في عن كلمة ما أحد عشر موضعا ثم قال الناظم رحمه الله وغيرها صلا صلا أصلها صلا بنون التوكيد الخفيفة فعوملت معاملة تنوين النصب فأبدلت في الوقف ألفا فإخواني الكرام من العرب من يعامل نون التوكيد الخفيفة معاملة تنوين النصب فيقف عليها بالألف وبناء عليه صلا تصبح في الوقف صلا وقد مر معنا في المنظومة وحرف الاستعلاء فخم وخصصا أخصصا أخصصا أصلها أخصصا وفي القرآن الكريم وشرحنا ذلك في حلقة سابقة عندنا لنسفعا بالناصية ومر أيضا وليكونا من الصاغرين إذن فهذا ما يتعلق بكلمة صلا وحقيقة قول الناظم وغيرها صلا له تفسيران الأول هو أن هذه المواضع الأحد عشر مقطوعة وما عداها فإنه موصول وأما الثاني فقيل بوصل المواضع المذكورة أعلاه إلا موضع الشعراء فإنه متفق على قطعه والعمل على قطعها جميعا وما عداها فهو موصول قال الإمام الشاطبي في العقيلة وهي منظومة عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصاحف قال رحمه الله وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم وحقيقة إخواني الموضوع خلافي بين العلماء فيما يتعلق بكلمة فيما ولكن المعمول به أن فيما مقطوعة في كل المواضع الأحد عشر فيكفي أن نحفظ الأبيات وأن نعرف أن كل ما ذكر في الأبيات مقطوع إذن العمل الذي عليه العلماء هو أن كل هذه المواضع مقطوعة وإن قيل بأنها موصولة في مصاحف أخرى لكن في المصحف الكوفي العمل على القطع وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة في اللقاء القادم إن شاء الله سنستكمل معكم شرح هذا الباب وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد إذن أيها الإخوة آخر ما شرحناه في اللقاء الماضي كان قول الإمام بن الجزري رحمه الله في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلاة لكن قبل أن نتابع مع الأبيات لا بد أن ننوه إلى أمر مهم جدا وهو أن هذه الشرائح أو السلايدات التي نعرضها عليكم هي مستخلصة من دروس ومحاضرات فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إذن أيها الإخوة نتابع مع الأبيات ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف فهنا إخواني انتقل إلى كلمة جديدة وهي كلمة أين مع كلمة ما فقال رحمه الله فأينما كالنحل صل فأينما هنا قيدها بمجيء الفاء قبلها ولم ترد أينما مقرونة بالفاء في أولها إلا في موضع واحد في سورة البقرة وهو قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولذلك فإن الإمام بن الجزري لم يجد ضرورة لذكر اسم سورة البقرة التي وردت فيها فأينما لأنها كما ذكرنا لم ترد مقرونة بالفاء إلا في هذا الموضع وأما قوله كالنحل صل فمعناه أي صل فأينما التي وردت في سورة البقرة كأينما التي وردت موصولة في سورة النحل وذلك في الآية السادسة والسبعين التي فيها قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير ثم قال ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف ومختلف أي واختلفت المصاحف العثمانية في أينما في ثلاثة مواضع في الشعر الأحزاب والنساء ففي بعضها موصول وفي بعضها مقطوع فأما الموضع الأول فهو في الشعراء أي في سورة الشعراء وفيه قوله تعالى أينما كنتم تعبدون وفي هذا الموضع كما تشاهدون العمل على القطع وأما الموضع الثاني الذي اختلفت فيه المصاحف فهو في الأحزاب وفيه قوله تعالى أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا والعمل على وصله كما تشاهدون إخواني أين موصول بما ثم قال والنساء أي وفي موضع النساء اختلفت المصاحف أيضا في كلمة أينما وذلك في قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت والعمل على وصله وأما قوله وصف أي ذكره أهل الرسم وهم علماء رسم المصاحف فإذا إخواني الكرام ملخص الكلام عن أينما نجدها موصولة في موضعين ومختلف فيها في ثلاثة مواضع وما عداها فهو مقطوع على الأصل نحو فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ونحو أينما كنتم تدعون وأينما كنتم تشركون وأينما كانوا والآن انتقل إلى الموصول ومع كلمتين جديدتين وهما كلمة إن إذا جاء بعدها كلمة لم قال الإمام بن الجزري وصل فإن لم هودا والمعنى صل إن مع كلمة لم في موضع واحد فقط في المصحف الشريف وهو في سورة هود وفيه قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم وما عداه فهو مقطوع نحو فإن لم تفعلوا وفإن لم ينتهوا وفإن لم يستجيبوا لك وتابع الناظم مع الوصل ومع كلمتين جديدتين وهما أن مع كلمة لن حيث عطفها على قوله وصل وصل فإن لم هودا ألا نجعل نجمع فكلمة ألا كتبت موصولة على نية الإضغام في موضعين فقط الموضع الأول ألا نجعل لكم موعدة في سورة الكهف والموضع الثاني ألا نجمع عظامه في سورة القيامة وما عداهما مقطوع على الأصل نحو ألا ينقلب الرسول وألا تقول الإنس وألا يقدر عليه أحد الآن ينتقل إلى كلمة جديدة وهي كي مع كلمة لا قال الناظم رحمه الله كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وهذا كله معطوفا على قوله وصل وصل فإن لم هودا ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج والمعنى إخواني صل كي بكلمة لا في أربعة مواضع الموضع الأول كي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم في سورة آل عمران والموضع الثاني تأسوا على لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد والموضع الثالث حج لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في سورة الحج والموضع الرابع والأخير عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج في سورة الأحزاب وما عدا ذلك مقطوع وهو لكي لا يكون على المؤمنين حرج بالأحزاب وكي لا يكون دولة في سورة الحشر وقد لاحظتم إخواني بأنه في سورة الأحزاب ورد فيها موضعان أحدهما موصول والآخر مقطوع ثم انتقل إلى المقطوع فقال وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء فإذا إخواني لدينا عدة كلمات جديدة وكلها مقطوعة أولها عن من وهذه الكلمة مقطوعة في موضعين الأول عن من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء في سورة النور فتلاحظون إخواني عن كتبت مفصولة عن كلمة من وأما الموضع الثاني من تولى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وما عدا هذين الموضعين موصول والآن انتقل إمامنا الجزري رحمه الله إلى كلمة يومهم فقال وَقَطَعُهُمْ أن يقيدها بهما ليخرج ما عداهما من الموصول وهي خمسة مواضع كما في المعجم المفهرز فمثلا إخواني لدينا قوله تعالى يومهم الذي يعدون ولدينا أيضا يومهم الذي فيه يصعقون فهنا لدينا مضاف ومضاف إليه ولذلك كتبت كلمة واحدة يومهم الذي يعدون بينما في هذين الموضعين يومهم على النار يفتنون ويومهم بارزون فعندنا يوم ظرف وهم مبتدأ فكتبت مقطوعة ولو كانت مضافة لرأيناها موصولة كما ذكرنا وبهذا إخواني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في اللقاء القادم إن شاء الله ننهي شرح باب المقطوع والموصول وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد إذن أيها الإخوة وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى نهاية باب المقطوع والموصول ومع البيتين الأخيرين من هذا الباب قال الإمام بن الجزري رحمه الله وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَاءُلَى تَحِينَ فِي الْإِمَامِ صِلْ وَوْهِلَى وَوَزَنُوهُمُ وَكَالُوهُمْ صِلِ كَذَا مِنَ الْوَيَا وَهَا لَا تَفْصِلِ فإذن إخواني الكرام قال وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَاءُلَى فهذا الكلام معطوف على قوله في البيت السابق وقطعهم وقطعهم عمّن يشاء من تولى يومهم وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَاءُلَى والمعنى افصل لام الجر عن الكلمة التي بعدها في أربعة مواضع وبالمناسبة إخواني كلمة مال هي تعبير عربي قديم حيث يقولون مال فلان يعني ما به ما الذي غيره وهذا التعبير كما ذكرنا جاء في القرآن الكريم مفصولا في أربعة مواضع الأول والثاني مع كلمة هذا ما لهذا جاءت في سورة الفرقان ما لهذا الرسول وجاءت في سورة الكهف ما لهذا الكتاب فكما تلاحظون إخواني كتبة اللام مفصولة عن كلمة هذا وأما الموضع الثالث فجاء مع كلمة الذين هذه الكلمة وردت في سورة المعارج فما للذين كفروا قبلك مهطعين وأما الموضع الرابع والأخير فهو مع كلمة هؤلاء التي وردت في سورة النساء فما لهؤلاء القوم وللفائدة فالإمام بن الجزري رحمه الله صحح الوقف اضطرارا أو اختبارا لكل القراء إما على ما أو مال اتباعا لرسم المصحف وعلى القارئ اللا يتعمد هذا الوقف المهم إخواني الآن لاحظتم كيف فصلت لام الجر عن الكلمة التي بعدها في الأمثلة التي ذكرناها ما لهذا الرسول ما لهذا الكتاب فما للذين فما لهؤلاء وهذا لحكمة يعلمها الله وحده أما ما عدا هذه المواضع نحو فما لكم كيف تحكمون وما لك لا تأمنا على يوسف وما لأحد عنده من نعمة تجزى فهذه المواضع فهذه المواضع موصولة اللام كتبت موصولة بالكلمة التي بعدها ثم قال الإمام بن الجزري رحمه الله تحين في الإمام صل ووهلا ويقصد به قوله تعالى في سورة صاد في الآية الثالثة فنادوا ولات حين مناص لكن إخواني حتى نعرف ماذا يقصد الإمام بن الجزري بهذا لا بد لنا من أن نوضح عدة أمور أولا ما أصل كلمة ولات وما معناها ثانيا ما المقصود بمصحف الإمام ومن قال بوصل التاء بكلمة حين في ذلك المصحف ولماذا قال الجزري ووهلا ثالثا وأخيرا ما هو الرأي النهائي للإمام بن الجزري في هذه المسألة في البداية أيها الإخوة وكما تشاهدون ولات حين نجدها في المصحف الشريف التاء كتبت مفصولة عن كلمة حين وأما عن أصل هذه الكلمة ولات هي لا النافية دخلت عليها التاء وعلامة لتأنيث الكلمة كما دخلت على ثم ورب فعندنا في اللغة العربية حروف دخلت عليها التاء علامة على التأنيث مثل لا يقولون لات وثم يقولون ثمة أي بمعنى هناك مثلا ثمة أمور يجب أن نتكلم فيها أي هناك أمور يجب أن نتكلم فيها ومثلا رب يقولون ربته هكذا وأما عن معنى ولا تحين مناص أي ليس هذا الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فهم نادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم لكن ليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه أما قول الناظم في الإمام أي مصحف الإمام عثمان وهو المصحف المدني الخاص فكما تعلمون أيها الإخوة فإن المصحف الشريف جمع في عهد سيدنا أبي بكر وكتب على صحف ولكن لم يكن لهذه الصحف خيط ولم تكن مجموعة على شكل الكتاب المعروف فلذلك تسمى بالصحف البكرية ثم لما جاء عهد سيدنا عثمان نسخ من هذه الصحف سبعة مصاحف وفي عهده خيطت الصحف ووضعت لها دفتان وهنا لم تعد تسمى بالصحف إنما صارت مصحفا فالمهم نسخ سيدنا عثمان من الصحف البكرية سبعة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار وأرسل مع كل مصحف منها قارئا يعلم الناس فأرسل إلى مكة مصحفا وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام وإلى البحرين وطبعا ليست هي مملكة البحرين الموجودة حاليا إنما كانت منطقة موجودة في شرق شبه جزيرة العرب وأما بالنسبة للمدينة فخصص لها سيدنا عثمان مصحفين الأول يسمى المصحف المدني العام وهذا كان مخصصا لعامة المسلمين لكي ينسخوا منه مصاحفهم والثاني هو المصحف المدني الخاص فقد أبقاه سيدنا عثمان في بيته يقرأ فيه لأنه كان خليفة المسلمين وروي أنه لما قتل كان يقرأ في هذا المصحف وسال دمه عليه رضي الله عنه فإذن إخواني عدد المصاحف العثمانية سبعة منها مصحف الإمام عثمان وهو المصحف المدني الخاص الذي بقي عنده والمصاحف الستة الباقية هي مصاحف الأمصار التي أرسلت إلى مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والبحرين وهذه المصاحف السبع إخواني الكرام ليست متطابقة في الرسم مئة في المئة إنما بينها فروقات بسيطة جدا في كتابة بعض الكلمات فنجد الكلمة في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة وقد ذكرنا المواضع التي اختلفت فيها المصاحف في ثنايا شرحنا لهذا الباب وقلنا إخواني بأن هذا الاختلاف بين المصاحف نادر جدا ولا يؤثر على السياق والكلمة التي نتحدث عنها مثال واضح على هذا الآن نعود إلى قول الناظم تحين في الإمام صل أي صل التاء بكلمة حين في مصحف الإمام عثمان وهو المصحف المدني الخاص وقد قال هذا الكلام الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وهو من أقدم علماء القراءات حيث ذكر بأنه التقى بعض الأمراء وأخرجوا له من خزائنهم مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وذكر بأنه شاهد فيه أثر الدم وذكر أيضا عددا من المواضع في ذلك المصحف تتعلق بالمقطوع والموصول والثابت والمحذوف من الحروف التي هي حروف علة ألفات أو ووات أو ياءات وغير ذلك من مباحث علم رسم المصاحف وكان من بين المواضع التي تحدث عنها الإمام أبو عبيد أنه رأى التاء موصولة بكلمة حين وهنا نأتي إلى قول الإمام بن الجزري ووههلا تحين في الإمام صل ووههلا وهلا أي غلط وضعف هذا القول وفي نسخة تحين في الإمام صل وقيل لا بدل ووههلا أي لا تصلها بها فالإمام بن الجزري بهذا أنكر على الإمام أبي عبيد قوله بأنه في مصحف الإمام عثمان التاء موصولة بكلمة حين وربما استند في هذا إلى قول الإمام الداني وقول الإمام الشاطبي حيث أنكرا بدورهما على أبي عبيد فقد روى الداني وهو متوفى سنة 444 هجرية روى بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام قال في الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه ولا تحين التاء متصلة بكلمة حين قال الداني ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار لكن إخواني كما لاحظتم الإمام أبو عبيد لم يكن يتحدث عن مصاحف أهل الأمصار وهي التي ذكرناها في بداية حديثنا إنما ذكر فقط مصحف الإمام عثمان وهو المصحف المدني الخاص إذن الأئمة الداني والشاطبي وتابعهم الإمام بن الجزري كانوا يتحدثون عن مصاحف أهل الأمصار بينما أبو عبيد كان يتحدث عن مصحف آخر هو مصحف الإمام عثمان وبالتالي لا تعارض بين أقوالهم جميعا فلو كان الجميع يتكلم على ذات المصحف لحصل بالفعل تناقض بينهم لكن الواقع هو أن كل فريق منهم يتحدث عن مصحف مختلف فكما قال فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويت حفظه الله لا تعارض بين النقلين فكل روى ما رأى والله أعلم فإذا إخواني الكرام من الطبيعي أن نجد اختلافا في كلامهم وهنا ربما الإمام بن الجزري في بداياته قال ووههلا لكنه فيما بعد تراجع عن ذلك فقد سنحت له فرصة رؤية مصحف الإمام عثمان في مدينة القاهرة فتتبع المواضع التي ذكرها أبو عبيد موضعا موضعا ومنها حديثه عن كلمة تحين فوجدها كلها كما هي مطابقة لما ذكره رحمه الله فقال في النشر قال عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وعن كلمة تحين قال وهو إمام كبير وحجة في الدين وأحد الأئمة المجتهدين مع أني أنا رأيتها أيضا مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه ولا مقطوعة والتاء موصولة بحين ورأيت به أثر الدم وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة المحروسة فإذا إخواني الكرام خلاصة القول عن كلمة تحين الإمام أبو عبيد رأت تاء موصولة في مصحف عثمان رضي الله عنه والإمام الداني رأى التاء مفصولة في مصحف أهل الأمصار فكما قال فضيلة الدكتور أيمان رشدي سويد حفظه الله لا تعارض بين النقلين فكل روى ما رأى والله أعلم ثم قال الإمام بن الجزري رحمه الله ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي ووزنوهم طبعا هذه هي صلة ميم الجمع وقد كانت موجودة لدى بعض القبائل العربية وهي لغة عربية فصيحة عليها جاءت رواية قالون عن نافع وغيره حيث يرغون ميمات الجمع موصولة هكذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والإمام بن الجزري وصل ميم الجمع هنا مراعاة للوزن الشعري فإذا ووزنوهم وكالوهم صلي وذلك في الآية الثالثة من سورة المطففين وفيها قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فقوله صلي أي صلهما حكما لأنهم لم يكتبوا بعد الواوي ألفا فهذه الكلمات إخواني تلقيت على أنها كلمة واحدة وليست كلمتين فالضمير فيهما هو ضمير متصل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فضلا عن ذلك فإن الرسم واضح فلو كانتا كلمتين يعني وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لن تهتتان الكلمتان بالألف الفارقة التي تأتي بعد واوي الجماعة مثل الفعل قالوا حيث يوجد بعد الواوي ألف التفريق التي تكتب ولا تلفظ ومهمتها أن تبين أن هذه الواو هي واو الجماعة وليست من أصل الفعل فإذا إخواني الكرام المثبت في المصحف الشريف فيما يتعلق بهاتين الكلمتين هو أنه لا وجود للألف الفارقة بعد الواو لا توجد في كلمة كالوهم ولا توجد في كلمة وزنوهم لأنها كلمة واحدة وقبل ذلك كله فإن الرواية جاءت على أنها كلمة واحدة وبالتالي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال وأخيرا قال الناظم كذا من ال ويا وها لا تفصلي من ال أصلها من ال أي من ال للتعريف فالمهم أن ال في كل القرآن الكريم كتبت موصولة كما تشاهدون في هذين المثالين عندنا المؤمنون وهذا مثال على لام قمرية السماء وهذا مثال على لام شمسية ثم قال ويا ويقصد بها يا النداء وهذه أيضا لم ترسم مفصولة أبدا إنما نراها دائما متصلة بالكلمة التي بعدها كما في يا أيها ويا موسى وما شابهها وكما تشاهدون قام العلماء بوضع ألف خنجرية بعد الياء ليبينوا للقارئ أنه يوجد ألف لا بد أن تنطق ثم قال رحمه الله وها أي وها التي للتنبيه صلها كذلك لأنها لم تأتي في القرآن الكريم مفصولة أبدا كما في هذا وهؤلاء وما شابهها فإذا إخواني الكرام قال الناظم كذا من الويا وها لا تفصلي لا تفصلي أي لا تفصلها عن الكلمة التي بعدها ولذلك إخواني لا يوقف على الل التعريف ويا النداء وها التنبيه لا اختبارا ولا اضطرارا لأنها لم ترسم مقطوعة في كل القرآن الكريم وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة ومعها ننهي باب المقطوع والموصول من منظومة المقدمة الجزرية في لقائنا القادم إن شاء الله سنبدأ شرح باب التاءات وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة